متابعي موقع الطنجة والأوفية السلام عليكم انتخابات ثالث والأحزاب السياسية للبرامج قدمت والناس اختارت ومشت صوتت والنتائج ضهرت والحمامة طار وتعلت واللمبة اتطفت وفي حالك يقول واحد مثال يوم الإعلان يعز المرء أو يوهن مهما نطوش لكم خليكم معنا نخرج للشارع ونشوفوا الاراء ديال الساكنة بدين الطنجة حول انتخابات ديال سنة 2021 يلا ومعنا انتخابية على مستوى الطنجة وحتى على مستوى الوطن يعني كانت نتائج غير متوقعة باتاتا لان فاعل سياسي اساسي اللي هو حزب عدل وتنمية لم يتراجع بل وقع له نهيار يعني كبير جدا يعني من اكثر من مئة مقعاد الى اثنى عشر مقعاد فهذه المسألة اللي حد الان غير مفهومة ما هو الساكنة في رائد الاسكنة؟ هي اسباب متعددة بطبيعة الحل اسباب هو الفشل على مستوى السياسات العمومية على مستوى الحكومة التي كانت قدوها الحزب مجموعة من ملفات الكبرى ملف تشغيل ملف تعقود ملف تقعود تصديق على الحرية تصديق على العمل النقابي وكذلك حتى مسألة التطبيع اللي كانت تعتبر يعني ضد المبدأ ديال المشروع الاسلامي ديال حزب العدل والتنمية وبالتالي كانت نتائج منتظرة ولكن بهذه الحد الان غير مفهوم فالناخب عبر على الرأي دياله المواطنين عبروا على الرأي ديالهم هذه هي الديمقراطية هذه هي سياسة دونك نتائج كانت قاسية بالنسبة للعدل والتنمية ولكن هذه هي ما حصدت نتائج والاختيارات ديالهم السبب الأسباب هي إذا جيون قيموا الأداء ديال العدل والتنمية سواء على مستوى الأداء ديالهم على في المدول الكبرى أو على مستوى الحكومية رأتين هناك واحد مجموعات القرارات اللاشعبية التي تم التخذ ديالها ضد الشعب ضد إرادة الشعب رأي رأي منسوش حنا أن هذه السنة الأخرتين الرأي العام وخصوصا الشباب واحد مجموعات القطاعات ضررت من القرارات اللاشعبية ديال هذه الحكومة وهنا هي مسؤولة على قراراتها وعلى اختياراتها وعلى برامجها اللي نهية كتشهر عليها وبالتالي المواطن اليوم كان عنده رأي كان عنده رأي وعبر عليه وصنادق عبرت عليها وبالتالي بكل روح الديمقراطية وروح الوطني يغسوم يتقبلوا هذه النتائج ويمشي ويمرسوا شوية النقداتي ويعلجوا هذه الكاريتة اللي وصلوا لها بالنسبة للعدالة والتنمية أولا هذا الحزب هذا ما نجحش في حياته في الأول من الأول ما عندهوش واحد ما نجحش منجحش هو أصلا ما نجحش في كتي قول فقدوا الشيء لا يعطيه أعطوشي وعود أعطوها هذه المهم من الأحسن حزب العدالة والتنمية بلما هضروا في الموضوع ديالو رأي دبا المغرب كل شي كي عارفو كل شي كي عارفو كل شي كي عارف المشاكي ديالو عارفو صراحة النتائج دازل مزيانة وكنا مراقبين نجاح ديالو وكنا متأكدين باللغة الحزب الأحرار هم اللي غادي ينجحوا ونتمنوا يكونوا عاد الحسن الضان ديال الشعب الشعب المغربي اللي داز عشرة سنين ديال المعاناة وكي عاني ومنا بزاف الحويش خصوصا أول حاجة يعني الشغل ديالنس بزاف أنت كتشوف أغلبية الشاب بكي بيطالة ما عندهم شي بخدمي شي كتجبروا وقف الرصدار بها كي كي كميه بزاف الحويش وانتك تعرفوا يعني الشباب هم اللي هم اللي هم العمدة اللولانية في هاد البلد هاد الحصيلة ديال انتخابات غادي تتواجه واحد تحديات كبرى خاصة الحزب اللي غادي يقود الحكومة لان الحزب تعاقد على برنامج واضح وعدم تنفيذ ديالو انطلاقة يعني البوادر ديالو انطلاقة خمس سنة الاولى غادي شكل اما يعني غادي 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 لقاواح تسرحي من الليد و الأوسط الشعبية أو غادي لقادة ساوا تسنديد ويعني ومجموعة يعني عودة ديالي الاحتياجات الشيميائية وهذا اللي ما كانت من نواه شي اللي صالح يعني تطور ديال المغرب في إطار يعني المشروع ديال لنموذج تلموي الجديد الرسالة اللي كان موجهة الحزب التجمع الوطني الأحرار هو أنه أخصيه فيه بلوعه دياله لكي ينشي مصداقية ولا كي ينشي تطبيق هو بالنسبة للسير عزيزره ناجح هذاك حزب أنا بيدي بغيته يطلع أنا مع الاستقلال ولكن حزب التجمع الوطني هو علاش هذاك حزب ناجح في حياته أنا كيعجبني الحزب يكون ناجح في حياته أقدم برامي شبابية كما أقول هذا هذا المبادرة اللي دايره حسب الرجال الكبارين من خمسة والسير فوق ألف درهم داير لوم ودال سبعة ألف وخمسمائة ديال الأساسي زاد لوم ألف وخمسمائة درهم وثلثمائة درهم ديال من ثلاثة الأطفال نعم مزيانة يعني خلوا الناس مني شافوا هذا المبادرة تكشيلش نص صوته وما الناس خصوماية تغيير الاشتغال داخل التنجاك يجب أن يكون اشتغال انطلاقا من برنامج عمل وواضح الأهداف وخصوة نتبع الملفات الكبرى الملف ديال تدبير النقل العمومي داخل المدينة الملف ديال التنشيط السياحي الملف ديال تدبير مفوض كذلك يعني الأكبر المشكلة لحد الآن هو ديال التسميم السهيئة اللي تخصو يعني تتوصل به طنجا وكذلك يعني الوضع خطة يعني يعني بعيدة المدى على مستوى تطوير المدينة صناعيا وسياحيا وكيف ما شفتم معنا كانت هذه هادي هي الأراء ديال ساكنة من الطنجا حول نتائج انتخابية ديال سنة 2021 خليوني تسمى الأراء ديالكم في التعالي السلام عليكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد